ارتفع عدد حالات ابتزاز الشباب بصور عارية عبر الانترنت في النمسا هذا العام حيث ثجلت الهيئة الاوروبية للطوارئ زيادة بنسبة 39% في الاستشارات بواقع 146 استشارة مقارنة ب105 العام السابق يعرف هذا النوع من الابتزاز بالسيكس روتشن حيث يتبادل الشباب محادثات جنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع مجهولين يدعون الى التقاط صور عارية او جلسات فيديو وبعد ذلك يتم ابتزازهم لتحويل اموال لمنع نشر الصور والفيديوهات على وسائل التواصل وقد تم تطوير اداتين للوقاية من هذه الظاهرة تعمل على منع تحميل الصور الحميمة على المنصات